أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن البحرين تنعم بأجواء مستقرة هيئتها حكمة ملكية ويقضى وبأس حكومي وموقف شعبي في التعاون مع الأحداث والنجاح في التصدي للأرهاب ومحاصرته لتظل المملكة آمنة ومستقرة في نطاق شعور العائلة الواحدة الرابط بين أفرادها جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بيقصة الإكتابية صباح اليوم لعدد من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة خلال اللقاء شر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن التحليلات السياسية لمجريات الأحداث تستدعي الليقظة والحذر فنحن اليوم أمام تحديين يتطلبان تحركات سريعة يتمثلان في التطورات الاقتصادية العالمية التي تشكل خطرا على التنمية من جهة والإرهاب والفكر المتطرف الذي أصبح يهدد حياة الشعوب وتطورها من جهة أخرى مؤكدا سموه بأن هذه التطورات في شقيها الأمني والاقتصادي تتطلب سياغ تعاون أكثر ديناميكية وفعالية لتجنيب شعوب المنطقة إنعكاساتها السلبية على مختلف مناحي حياتها إلى ذلك فقد استعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والاقتصادي حيث أكد سموه بأن القطاع التجاري يطلع بدور مؤثر في العملية الاقتصادية والحكومة تقدر هذا الدور وتتطلع إلى المزيد مؤكدا سموه بأن أبواب الحكومة مفتوحة أمام التجار لمناقشة كل ما يتصل بهذا القطاع الحيوي فهي حريصة كل الحرز على تذليل أي عقبات تحول دون الوصول إلى الحراك التجاري المرجو وتطرق سموه إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بالنشاط الثقافي في المملكة حيث شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة الاعتناء بالتعريف بالحضارة والتراث الوطني وأن يتم توظيف ما تسخر به المملكة من أماكن تراثية لتحقيق هذا الهدف بما يتيح للسياح التعرف عن كثب على تاريخ البحرين وتراثها العريق